في الثلاثين من شهر آذار لعام 2018 ومع بداية انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة استهدف الاحتلال صورة الحقيقة للصحفي يوسف لكرونز أول جريح في هذه المسيرات وبسبب إصابته البالغة فقد قدمه اليسرى إلا أن طريقا جديد رسمها لكرونز متحديا من خلالها ظروفه الصعبة لاستكمال مسيرته الإعلامية تصابت برسستين متفجرات بجريل الشمال وجر اليمين بعدما تصابت نقلونا إلى مستشفى الأقصى بعدين مستشفى الشفاء في المستشفى الشفاء قعدت سبعة أيام بالعناية المكتفة بعد سبع أيام نقلونا إلى الجراحة وبالجراحة قرروا للطباء أنهم يبتروا إجري لشمال من فوق ركبه يواصل يوسف بحثه واجتهاده من أجل عودته إلى ساحة الميدان واستكمال عمله الصحفي ساعيا إلى إحياء حبه للتصوير ونقل جمال ما يرى بعينه للعالم فقد خسر قدمه لكن حلمه متواصل ليمثل نموذجا لألاف الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات بالغة خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية أنا اتقلمت للوضع من تاني يوم لباتي إجري أنا قررت قرار واحد يا بغضل قوي يا بغضع في بغضل بالبيت قررت أن أنا أغضل قوي حتى لو إجري راحت الحياة ما بتقف عند إجري أو عند أي شيء الحياة بتمشي قررت أن أغضل قوي والحمد لله السه قوي وما قعدش في البيت بالعكس بكمل تعليمي بالعكس بلعب رياضة بالعكس بسوك سيارة يعني بمارس كل حياتي كأي حدا طبيعي يستمر الاحتلال باستهداف التواقم الصحفية ضمن سياسة تكميم الأفواه ومنع إيصال الصورة الحقيقية للعالم والتي ستفضح جرائمه فقد رصد أكثر من 255 انتهاكا بحق الصحفيين خلال عام 2019 فيما استشهد صحفيان وأصيب العشرات بقنابل الغاز خلال تغطيتهم لمسيرات العودة في قطاع غزة خوفنا من المجهول وتعرضنا لصدمة ما في فترة من حياتنا لا يعني أن نقف مكتفي الأيدي دون الاستمرار بممارستها بشكل أفضل ليكن يوسف ممثلا واضحا للشباب في قوة الإرادة على التغيير والسير للوصول للحلم لفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل